موسيقى يبدأ العاملون في صحيفة الدستور اعتصاما مفتوحا يوم غد امام مقر صحيفتهم في شارع الملكة رانيا العبدالله احتجاجا على تدهور اوضاع الصحيفة ونية مجلس الادارة اجراء هيكلة يتم على اسرها تسريح اكثر من 200 موظف من الصحيفة موظفو الصحيفة قاموا اليوم بالاعداد لهذا الاعتصام بنصب خيمة امام مبنى صحيفة الدستور وكان مجلس نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في صحيفة الدستور اعلن خلال اجتماع طارئ صباح اليوم البدء باجراءات تصعيدية للمطالبة بتغيير مجلس ادارة الصحيفة على الفور وطلبت النقابة في بيان صحفي رئيس تحرير صحيفة الدستور بالاستقالة فورا من عضوية مجلس ادارة الدستور والانضمام الى زملائه في هذه الازمة كي لا يكون شريكا فيما وصفته بالجريمة التي يحاول مجلس الادارة ارتكابها بحق العاملين بحسب البيان وحذرت نقابة الصحفيين اللجنة الوزارية المكلفة بملف الدستور والمشكلة من وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والعمل والسياحة حذرتهم من الزج بالحكومة في مواجهة مع النقابة والعاملين حيث ان رئيس مجلس الادارة اعلن رسميا ان هناك موافقات من قبل اللجنة على الهيكلة وبالاستغناء فورا عن نحو 200 موظف علما بانه سبق لمجلس الادارة ان استغناء عن نحو 100 موظف في وقت سابق وفقا للبيان اليوم اجتمعت لجنة العاملين واعضاء مجلس النقابة برئاسة نقيب الصحفيين الأخ طارق المومني واخذت قرارات بالتصعيد الكامل اعتبارا من اليوم بحيث يتم افتتاح خيمة الاعتصام يوم غدا الساعة 12 هذه التداعيات جاءت على خلفية توجه مجلس الادارة باجراء الهيكلة الادارية والمالية في الدستور وبالتالي سيصفر عنها فصل حوالي 200 موظف منهم 154 من العاملين الدائمين و45 من العاملين في قطاع التوزيع وبالتالي هذا سيلحق ضرر كبير في العاملين من صحفيين وعمال وفنيين ويلحق ضرر بأسرهم لذلك بادرت النقابة ولجنة العاملين للدعوة لاعتصام مفتوح على مطلب وحيد وهو اسقاط مجلس الادارة اعتبارا من يوم غدا الساعة 12 ترجمة نانسي قنقر